لا قوة ولا نفوذ خارج القانون وخارج الإطارات الأمنية والسياسية الموجودة في البلد كل ما فعلوه كان انتهاك لسيادة البلد وكان اعتداء على حقوق المواطن هذا أمر مفروغ منه استحقاقهم الانتخابي يجب أن يعاملون على هذا هكذا استحقاق وإن كان الاستحقاق يجب أن يأخذ مسار الخبرة بالترشيحات سواء لكل المناصب يأخذ مسار الخبرة والعلمية والكفاءة والنزاهة حتى تكون معيار لانتشال كثير من الوزارات والمؤسسات بما فيها المؤسسات الأمنية من حالة الضياء ومن حالة اللا دولة ومن حالة التدهور الكبير الذي انعكس سلبا على مكون اسمه دولة العراق هؤلاء هم أرادوا بقوة السلاح وبالهيمنة لاحقا على بعض المؤسسات الأمنية ومن ثم الوصول إلى دكة البرلمان حتى يفرض أجنداتهم التي لم تعد لها أي وجود أو مسار ضمن الشارع العراقي والدليل على ذلك هو حجمهم الحقيقي الذي ظهر في نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2020 نحن أمام لحظة تاريخية لهؤلاء حتى يعرفوا حجمهم القانوني وأيضا حجمهم ضمن المجتمع العراقي الذي بات ينفر تماما من تصرفاتهم التي أدت إلى أوضاع متشنجة دمرت المستوى الأمني والاقتصادي ناهيك عن العملية السياسية التي أثبتت وبجدارة فشلها الكبير في إدارة الحكم سياسيا وحكوميا منذ عام 2003 ولحد يومنا هذا أي إجراء ممكن أن تقوم به هذه المجامع هو سيكونون ليس ضد الشعب العراقي والحكومة العراقية فحس بل أمام المجتمع الدولي كافة سواء قوات التحالف بقيادة الأمريكا أو مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي الذي أعلن وبوضوح حتى قبل المصادقة على نتائج الانتخابات دعمه لهذه النتائج ودعمه للعراق للخروج من هذه الأزمة التي كانوا يهددون بأنهم سيفعلون ولم تمر هذه النتائج ولم تصدق النتائج لكنها مرت وتم المصادقة عليها هواءهم هو استعراض للعضلات الفارغة هو الضغط لحتى تكون حكومة توافقية لا تختلف عن مثيلاتها للسنوات الماضية منذ عام 2003 والتي أوصلت البلد الحشد ليس له علاقة بالأمر كلها الحشد بات حسب قانون 40 لعام 2016 الذي يقره البرلمان المفروض يكون جزء من القوات المسلحة العراقية وهو مؤسسة أمنية تتبع بالقائد العام للقوات المسلحة وتأخذ قرارها لكنهم لأن يصبحوا أصحاب فضل سواء الحشد أو العراق لأنهم شاركوا في عمليات حسم المعارك في المحافظات الثلاثة هذا لا يعطيهم الحق أبدا بأن يتجاوزوا على سيادة البلد وأمن المواطن هؤلاء مجرد تهديدات أنا أتوقع هم قالوا قبل المصادقة لن يسمحوا وأخرجوا أتباعهم إلى الشارع لكنهم رضخوا عندما صادقت المحكمة الاتحادية على النتائج وسيرضخون إن قام السيد الصدر بتشكيل هذه الحكومة وفق الأغلبية وكما ذكر شرقية وغربية بدون أي تدخل خارجي لا يخفى تماما الإيرانيين أو الموقف الإيراني كانت له سطوته الكبيرة في السيطرة على القرار الأمني والسياسي وحتى الاقتصادي في البلد لكنه لم يعد كذلك خصوصا بعد بدء المفاوضات في فيينا الإيرانيين يعملون كل شيء لحماية بلدهم سيقدمون جميع هؤلاء قرابين في سبيل أن يتم الاتفاق وترفع العقوبات الاقتصادية عنهم لكن هؤلاء لا يعون هذا الأمر والدليل على ذلك هو عدم سيطرة حتى قآني الذي كان الخلف إلى السيد سليماني بالسيطرة على هذه المجاميع أو الحد منها حتى وصل الأمر إلى التصريح من قبله بأنهم هذه الميليشيات ببعض التصرفات أحرجوا القيادة الإيرانية كثيرا وكان آخرها هو قصف منزل السيد الكاظمي نحن أمام مجاميع فلت عيارها بدأت تنسحب وتخرج حتى عن طاعة الأمر الحرس الثوري أو الإيراني وهم حاليا يضغطون باتجاه أن يضمنون سلامة عدم متابعتهم قانونيا سواء من الصدر أو غيره أو من الحكومات القادمة يتذرعون لأنهم هناك نقطة خطيرة جدا بالأمر هي الإزدواجية بالأمر ما بين الانتماء جزء منهم ينتمي إلى الحشد الشعبي وجزء الآخر هو خارج سيطرة الحشد الشعبي لكن هذا الجزء الخارجي استفاد من سلاح وعجلات ورواتب وأرزاق وهويات الحشد ولهذا هذه الإزدواجية يجب أن يكون لها علاج في هذه الحكومة القادمة يجب أن تكون الأمور واضحة وكما ذكر السيد الصدر لا سلاح إلا بيد الدولة هذه الميليشيات يجب أن تنتهي والسلاح المنفل يجب السيطرة عليه لأن هذا السلاح أصبح قوة للضغط على الانتخابات القادمة أو على السياسيين أو على المسؤولين في سبيل تمرير ما يريدونه من الحصول من مغانم من العراق الذي يعتبرونه كعكة أو كيكة بدون أي ارتباط كان معه موسيقى موسيقى